أباس كورتاميت من مواليد نوفا أليكسيفكا في إقليم خرسون قدم منذ أسبوع إلى مدرسة إسكي شهر الدولية لدي هدف هو أن أتعلم ثلاثة وأربع لغات الإنجليزية والعربية وتبين أنها صعبة إضافة إلى التركية وأرغب جدا في تعلم لغة تطار القرم لأنها لغة الأم إسكي شهر أيضاً دا بير كولتور كنتي إسكي أشهر مدينة ثقافية وتعليمية يوجد هنا ثلاث جامعات كبيرة هي مدينة متطورة اجتماعياً وثقافياً يولى في المدرسة اهتماماً خاص لدراسة اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والعربية بعد إنهاء المدرسة سيعرف خريجون اللغة التركية بطلاقة بمستوى لغتهم الأم أتاح صندوق القرم للتنمية لأباس والأربعة عشر تتاري آخر فرصة الدراسة في هذه المدرسة في تركيا دعونا الطلاب لأول مرة من القرم في إطار المشروع العالمي الجديد لمدرسة الإمام خطيب خمسة منهم طالبات يدرسنا الآن في أنقرة أما العشر الآخرين فلقد بدأوا عامهم الدراسي هنا في مدرسة الأناظول الدولية للإمام خطيب الحامل اسم جيفات أولغير سيعارف الفصل الأول اهتمام خاص لدراسة اللغة التركية فلقد خصص لها سبعة وعشرون ساعة من أصل أربعين ساعة دراسية في الأسبوع أليف يعلم اللغة التركية منذ أربع سنوات يقول رغم أن الطلاب في المدرسة منذ أسبوع واحد فقط إلا أنهم اعتادوا بالفعل على الحياة هنا لم يكن من الصعب عليهم التعود على تركيا يوجد تشابه في الثقافات تقاليدنا وعداتنا وأسلوب حياتنا اليومية متشابه لاحظت اليوم أثناء الغداء أن الطلاب يحاولون تطبيق المعرفة المكتسبة واستخدام العبارات اليومية مثل شهية طيبة وشكرا على عملك يعيش كل ثلاثة تلامذة في غرفة يتواصلون مع بعضهم باللغتين التركية والإنجليزية بشكل رئيس لم يكن صعبا أن نعتاد على بعضنا ولم تظهر أي صعوبات في التواصل فيما بيننا نلعب في نهاية الأسبوع كرة القدم ونمارس الرياضة نساعدهم على تعلم اللغة التركية ونتعرف على لغتهم وتقاليدهم وعاداتهم يتعين على التلامذة من أوكرانيا الدراسة في تركيا على مدى أربع سنوات ترجمة نانسي قنقر